مدينة منذ حادرة إقليم لغون الغربي اقتضنت فعالية حملة توعية في مجال صحة الإنجاب حيث وصلت قافلة الحدي وتخفيض وفيات الأمهات والأطفال في إفريقيا المعروف بكرما وذلك بهدف توعية النساء لمعرفة أهمية صحة الإنجاب وبعد أرض فيلم وثائقي يجسد معنا ضرورة صحة الإنجاب فقد قدمت رئيسة نساء العاملات في مجال صحة الإنجاب كلمة شكرت فيها سفيرة كرما من جانبها سفيرة كرما بلندو جورجينة فاطمة بدورها كمسؤولة في هذا القطاع وجهت رسالة موفدها أهمية صحة الأم والطفل مطالبة النساء بذلي المزيد من الجهود لمعرفة صحة الإنجاب الأمين العام لمقاطعة لاكوي ممثلا للحاكم أضاف بأن هذه البادرة تدخل في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تقليل نسبة وفيات الأمهات والأطفال وفي نهاية المناسبة تم زيارة بعض من المركز الصحية لمعرفة أهوال المرضى